السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وطالباته الصفة الأول لإعدادي ألان ومرحبا بكم في دارس الحياة السياسية هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مظاهر الحضارة المصرية القديمة مظاهر الحضارة المصرية القديمة ويتنقسم إلى الحياة السياسية والحياة الدينية والحياة الاقتصادية والحياة الثقافية والحياة الاتماعية أول حاجة الحياة السياسية وعناصر الحكم في مصر الفرعونية كان أول عنصر من عناصر الحكم هو الفرعون ثم اليليء الوزير ثم حكام الأقاليم ثم الإدارة المركزية والمصالح الحكومية تعالوا نتكلم أولاً على الفرعون كانت سلطة الفرعون إيه؟ كان بيجمع في يده كل السلطات الدينية والدنيوية عشان كده ممكن يجيلي سؤال بما تفسر تقديس المصريين القدماء للفرعون ليه كان المصريين بيقدسوا الفرعون؟ لأنهم كانوا بيعتقدوا بفكرة الملك المقدس الذي يدير شؤون البلاد بأمر مقدس أي هو صاحب النفوذ المطلق ويجب طاعته طيب أهم واجبات الفرعون أو الملك إيه؟ كان من أهم واجباته هي قيادة الجيش والدفاع عن مصر تاني حاجة حماية حدودها من الأعداء وتحقيق العدالة وبناء المعابد وتقديم القرابين للآلهة وتأمين وسائل الحياة لشعبه وكان القصر الملكي مركزاً لإدارة الحكم ومقراً للعاصمة ثانياً الوزير والوزير اتخذ الفرعون وزيراً عشان يساعده في الحكم وممكن يجيلي سؤال بما تفسر نشأت وظيفة الوزير ليه؟ ده بسبب تزايد أعباء ومهام الملك بدأت أعباء ومهام الملك تقتر فبدأ يجيب وزير كان هذا الوزير كان بيشرف على شؤون البلاد منفرداً لذلك كان بيتخذ الملك وزيراً له عشان يعاونه فيه تنظيم شؤون البلاد وكان من أهم الشروط الواجب توفره في اختيار الوزير دوت أنه يكون حسن السر والسلوك العدل الحكمة العلم الخلق الطيبة والخبرة الواسعة وحسن التصرف في الأمور وأهمية منصب الوزير ده كان الملك ما يسندوش إلا المين لأحد أبنائه أو أحد أفراد الأسرة الملك ثالثاً حكام الأقليم وعرفت مصر الإدارة المحلية قبل عصر وحدة البلاد حيث كان لكل إقليم حاكم وبعد الوحدة أصبح حكام الأقليم يعينون بوسطة الفرعون ويشرف عليهم الوزير ويتبعهم عدد من الموظفين في الإدارات المختلفة أهمية منصب حاكم الأقليم كانوا ينوبون عن الملك في إدارة الأقليم من حفر الترع وخزن الغلال وحفظ الأمن والإشراف على جمع الضرائب والمحافظة على الأمن الإدارة المركزية وكان رأسها أو يرأسها الوزير ويعاونه رؤساء الإدارات العامة أما الإدارات العامة وتنقسم الإدارات العامة إلى الوثائق الملكية وإدارة النسخ والمحفظات وإدارة الحقول وإدارة الخزانة وإدارة القضاء الوثائق الملكية هي خاصة بالأوامر والمراسم الملكية الخاصة بتعيين الوزراء وكبار الموظفين أما إدارة النسخ والمحفوظات تغتص بحفظ المحفوظات الأصلية أما إدارة الحقول تهتم بكل شؤون الزراعة من رأي ومحاصيل أما إدارة الخزانة تغتص بالحفاظ على موارد الدولة المالية وإدارة القضاء تشرف على المحاكمة التي تحكم بين الناس خامسا الجيش ممكن يجيلي سؤال بما تفسر لم يكن المصريون دعاة حرب ليه المصريين ما كانوش بيدعوا للحرب لأنه بطبيعته كان شعب يفضل الحياة الهادئة التي تسمح له بأن يتمتع بثمرة عملي لذلك لم يكن عند المصريين ما يدفعهم للقتال أما كانت أسلحة الجيش المصري كان الجيش المصري قديما كان بيتسلح الجندي بالرمح والدرع والخنجر أما الرماء كانوا بيتسلحوا بالقوس والسهم وأخذ المصريون عن الهكسوس العجلات الحربية طب تعال نتعرف على ابتكارات المصريون القدماء في تنظيم الجيش بدأوا يبتكروا في تنظيم الجيش بنوا القلاع والحصون وبدأوا يقسموا الجيش إلى قلب وجناحين واخترعوا حرب المفاجأة والالتفاف حول العدو ودرسوا ساحة المعرقة قبل بدء المعرقة ممكن يجي سؤال بيقول لي بما تفسر لبس الجنود في مصر الفرعونية ملابس قصيرة ليه الجنود كانوا بلبسوا ملابس قصيرة؟ لبسوا ملابس قصيرة لكي تمكنهم من سهولة الحركة أثناء القتال سادسا الأسطول سؤال بما تفسر اهتم المصريون القدماء بإنشاء الأسطول الحربي لصد المعتدين القادمين من جهد البحر والدفاع عن سواحل مصر وموانيها وكان في عهد الملك رمسيس الثالث دارت معركة مهمة جدا هذه المعركة التي دارت تعتبر من أهم المعارك التي شده تدريبات على الدرس اهتم المصريون القدماء بإنشاء الأسطول الحربي ليه اهتم المصريون القدماء بإنشاء الأسطول الحربي؟ لصد المعتدين القادمين من جهة البحر والدفاع عن سواحل مصر وموانيها سنة اثنين لبس الجنود في مصر الفرعونية ملابس قصيرة قلنا قبل كده لكي تمكنهم من سهولة الحركة أثناء القتال سنة ثلاثة لم يكن المصريون دعاة حرب لأنهم شعب يفضل الحياة الهدئة التي تسمح لهم بأن يتمتعوا بثمر عملهم وأخيرا سؤال متروك للطالب ما هي أسلحة الجيش المصري القديم؟ وبكده نكون قد انتهينا من درسنا على أمل بلقاء انقدر لنا الله البقاء واللقاء معنا فم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته